أهلاً بحضراتكم من جديد للأسف طبعاً وقتنا بيجري معاكم بسرعة لكن هنكمل آخر حاجة معايا في ترند الأهلي ترند الأهلي النهاردة معنا الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي ده من الحساب الرسمي لريزولت سبورتس على تويتر دايماً الأهلي هو الترند لو نبص كده على الإحصائية النادي الأهلي عدد متابعيه بيقترب من حوالي 33 مليون بالنسبة للفيسبوك 13 مليون الانستجرام 7 مليون تويتر 10 مليون بنتكلم بقى الغاية لما توصل لي قناة اليوتيوب عليها مليون مشترك يجي في المركز الثاني بفارق حوالي 20 مليون متابع نادي الزمالك 13 مليون صفحة الفيسبوك 6 مليون الانستجرام مليون تويتر 4 مليون وقناة اليوتيوب انت بتتكلم فيه 7000 مقابل أن مليون متابع ومشترك على النادي الأهلي على اليوتيوب بعد كده الرجاء المغربي 7 مليون دا توتل كايزر تشيف 6 مليون أورلاندو بايرتز 4 مليون سيمبا التنزاني 4 مليون بيرامدز 3 مليون طيب الوداد المغربي 3 مليون مامولدي سانداونز 2 مليون الأفريقي 2 مليون دايماً الأهلي هو التريند طيب نروح لي مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة هل تتوقع موافقة الكافة لحضور الجماهير في مبارتي الزهاب والعودة؟ طيب نشوف مازن بيقول تونس أساساً مش هتوافق لأن في موجة رهيبة من كورونا اكتاحت القيروان بداية من الأمس قيروان دي مدينة في تونس وطبعاً أحد أنديتها شبيبة القيروان طيب نشوف كمان مشاركة أخرى تالين بتقول الكافة هيوافق بس أنا أعرف أن في ظل الجائحة القرار قرار حكومات كلامك سليم فعلاً قرار قرار حكومات آخر حاجة مجدي بيقول هيتم السماعة بحضور نسبة 20% تمهيداً النهاء اللي هيكون الأهلي بإذن الله طرفه إن شاء الله يا رب يا مجدي نكون إن شاء الله طرفي اللقاء النهائي وأنا على المستوى الشخصي أتمنى يا رب بإذن الله تكون نهائي الأهلي والوداد في نهائي دور أبطال إفريقيا لكن وقتها لكل حادث حديث بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقى على خير في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج الترين شكراً وإلى اللقاء